لجان نيابية وأخرى حكومية تزور محافظة الديوانية بين آونة وأخرى من بينها زيارة وزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والثقافة إضافة إلى لجان من مجلس النواب ثم زيارة فريق من مجلس الوزراء إلا أن أثرها على الواقع الحياة والخدم في الديوانية لم يكن واضحا وفق العديد من المواطنين فيما يجد آخرون جانبا إيجابيا في تلك الزيارات المتكررة فيما يراها البعض الآخر شكلية لا تغني من جوع ولا تشبع من عطش اللجان من تجي المحافظة تقدر تزور المحافظة تزور المشاريع وتنقل الصورة الحقيقية لرأس الوزراء مجرد لجان صورية جاي تطيق تقارير خاطئة رأس الوزراء حتى يوهمهم إحنا مراقبين وين الأداء نواب في البرلمان أكدوا أن بعض اللجان كانت تهدف من زيارتها إرضاء بعض الأطراف السياسية على حساب الواقع الخدم المتراجع الذي تشهده المحافظة وعلى مختلف الصعد والمجالات فضلا عن هيمنة الاقتصاديات الحزبية على المحافظة بما أسهم بزيادة الفقر والبطالة وترد الأحوال المعيشية لجان ورقية لم تنفع محافظة الديوانية بشيء لا بمشروع ولا بأي رقابة حقيقية بل هي كانت لأرضاء أطراف سياسية أيضا تولي بعض الإدارات وسيطرت جهات أخرى على تنشيط الاقتصاديات داخل المحافظة أعاد هذا الموضوع رئيس السلطة التنفيذية في الديوانية يرى أن الزيارات المتكررة للجان الحكومية له انعكاساته الإيجابية في الاطلاع على واقع المدينة ونقل صورة عنها للحكومة الاتحادية نافيا وجود دور للاقتصاديات الحزبية بعد جعل الأمور الإدارية مركزية زيارات تلك اللجان وتلك الشخصيات والوزراء إلى الديوانية مهم جدا مهم من جانب الاطلاع على واقع الحال الفعلي والمعوقات والمشاكل التي تواجه مختلف الملفات لا أجد أنه هناك بروز لتلك الاقتصاديات في الديوانية في الوقت الحالي معظم الصلاحيات حاليا ممشوكة من قبل الحكومة المحلية وفي ظل استجالات السياسية فإن المواطن لم يشعر بوجود تحسن في ملف الخدمات والبنى التحتية فأغلب الأحياء تعاني من الطرق الترابية فضلا عن تراكم النفايات واسطغياب ملحوظ لحركة الإعمار ويعتقد نواف في البرلمان أن المحاصصة الحزبية تقف وراء تفشي الفساد في مؤسسات الدولة الأمر الذي أسهم بفشل إنجاز العديد من المشاريع الخدمية وخاصة تلك التي ترتبط بالبنى التحتية ميتم الشباني الخراء الديوانية